السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن نواصل مع شرح مقرر ميكانيكا 2 حيث وصلنا المرة الماضية إلى الجزء الخامس من الوحدة الثالثة بعنوان الحركة الدورانية أين رأينا علاقة بين الكميات الخطية والكميات الزاوية أي علاقة بين السرعة الخطية والسرعة الزاوية وعلاقة أيضا بين التسارع الزاوي والتسارع اللحظي طيب في هذا الجزء السادس من هذه الوحدة الثالثة عفوا سوف نرى الطاقة الدورانية يعني سنحاول أن نحسب أو نحدد أو نعرف الطاقة الدورانية الناتجة عن دوران جسم موجود في المستوي XY أو خلينا نقول الطاقة الدورانية الناتجة عن دوران جسم حول محور يمر من النقطة أو مثلا بهذا الشكل طيب هذا الجسم هو جسم جاسئ نذكر دائما وسنعتبر أنه يتكون من مجموعة كبيرة من الجسيمات يعني جسيم هنا جسيم هنا جسيم هنا جسيم هنا يتم تحديدها بكتلته وسرعته الخطية طيب إذا كان الجسيم I مثلا هذا خلينا نقول هذا الجسيم I كتلته MI وسرعته VI فإن طاقة حركته هي KI تساوي نصف الكتلة يعني نصف كتلته في تربية سرعته يعني KI تساوي نصف MIVI تربية طاقة الحركة الكلية لجسم جاسئ اندوار هي مجموعة طاقات الحركة للجسيمات المنفردة إذن KR تساوي مجموع على I KI إذن تساوي مجموع نصف MIVI تربية نذكر بالعلاقة شفناها سابقا أنه مثل ما قلنا شفنا في الجزء السابق علاقة بين الحركة الخطية أو عفوا السرعة الخطية والسرعة الزاوية وهي علاقة كالتالي V تساوي هذه السرعة الخطية V تساوي نصف قطر الدوران R في السرعة أوميجا السرعة الزاوية أوميجا إذن V تساوي R في أوميجا إذن لو تكلمنا عن الجسم أو الجسيم I فإنه سرعة الخطية VI تساوي R I إيش هي R I؟ تعريفها هي المسافة التي تفصل الجسيم I عن نقطة الأصل في أوميجا I هي السرعة الزاوية للجسيم أوميجا I إذن لو عوضنا هذه السيغة هنا مكان VI تربية فرح نلاقي أنه الطاقة الدورانية تساوي نصف مجموعة M I في R I في أوميجا I تربية طيب أيضا نعرف مرة أخرى مش مشكلة لأنه M I هي كتلة الجسيم I R I هي المسافة التي تفصل نقطة الأصل عن الجسم I وأوميجا I هي السرعة الزاوية يعني سرعة الدوران الجسيم I طيب بما أنه الجسم هو جسم جاسد إذن شكل ما يتغير والمسافة لا تتغير يعني المسافة بين الأجزاء لا تتغير خلال عفوا لا تتغير خلال الدوران وبالتالي كل الجسيمات واحد واثنين وثلاثة وأربعة خلال الدوران لديها نفس السرعة الزاوية ليس لديها نفس السرعة الخطية ولكن لديها نفس السرعة الزاوية وبالتالي نقدر نقول أنه أوميجا واحد يساوي أوميجا ثنين يساوي يساوي خلينا نحوظها بأوميجا وبالتالي فإنه طاقة الحركة الدورانية K R تساوي مصف مجموعة M I في R I تربية الأوميجا ثالثة ما بتتغير كل الجسيمات واحد واثنين وثلاثة وأربعة إلى آخره لديها نفس السرعة الزاوية أوميجا إذن في أوميجا تربية هذه القيمة اللي وضعتها بين قوسين تسمى I وتسمى عزم القصور الذاتي M I في R I تربية وتسمى بعزم القصور الذاتي إذن أخيراً نقدر نكتب أنه K R تساوي نصف I أوميجا تربية علماً أنه I عزم القصور الذاتي يساوي مجموعة M I في R I تربية طيب تطبيق بسيط لهذه المفاهيم التي كنا نشوفها نفرض أن جزيء الأكسجين O2 يدور في المستوي XY حول المحور Z الذي يمر خلال مركز كتلة الجزيء عمودياً على طوله طيب كتلة ذرة الأكسجين هي كالتالي والمسافة بين الذرتين أيضاً هي كالتالي المطلوب هو ما هي قيمة عزم القصور الذاتي لدوران الجزيء حول المحور Z وما هي قيمة طاقة الحركة الدورانية علماً أنه السرعة الزاوية لدوران الجزيء هي كالتالي طيب إذن لدينا XY نقطة الأصل O لدينا جزيء الأكسجين إذن ذرة الأكسجين الأولى وذرة الأكسجين التالية وهذا الجزيء يدور حول المحور Z كالتالي إذن السؤال الأول المطلوب هو عزم القصور الذاتي I اللي يساوي مثل ما قلنا قبل شوي MIRI تربية إذن لدي كتلتين أو جسيمين إذن عفواً يساوي M واحد R واحد تربية زائد M2 R2 تربية بما أنه الزرتين هما ذرتين أكسجين إذن بالتأكيد M1 يساوي M2 خلينا نسميها M بما أنه حسب معطية التمرين قال أنه الدوران يكون حول محور يمر من مركز الكتلة إذن مركز الكتلة في المنتصف بما أنه الذرتين لديهما نفس الكتلة إذن المسافة R1 تساوي المسافة R2 تساوي المسافة الفاصلة بين الكتلتين على 2 إذن R1 يساوي R2 يساوي D على 2 إذن راح نعوض M في D على 2 تربية نفس الشي M في D على 2 تربية وبالتالي يساوي 2 في M في D تربية على 4 وأخيراً راح نلاقي أنه I يساوي M D تربية على 2 بهذا الشكل لو حسبناها عندنا يعني المعطيات أنه M تساوي كذا و D تساوي كذا فرح نلاقي أنه I تساوي قيمة معينة يعني ما تبقى إلا أن نحسبها طيب السؤال الثاني أوجد طاقة الحركة الدورانية KR تساوي كم؟ تساوي نصف عزم القصور الذاتي في أوميغا تربية خلاص بسيطة جداً الآي حسبناها في السؤال الأول عزم القصور الذاتي الأوميغا هي معطى من التمرين قال أوميغا تساوي كذا نعوض فنلاقي قيمة KR طاقة الحركة الدورانية بكل بساطة الطاقة بالجول وعزم القصور الذاتي بالكيلوغرام في متر تربية بكل بساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته